أهلا بكم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد أعربت الحكومة الأردنية عن أملها بأن يمتد النموذج الأردني في العيش المشترك إلى العالم بأسره وقد تحقق للأمة ما ينبغي لها من أمن وسلام واستقرار المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال السرير تهاني وتبركات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والحكومة للمسيحيين في الأردن بمناسبة عيد الفصح المجيد فخلال زيارته وعضاء الحكومة لمطرانية الروم الأرثاذكس في عمان ولقائه رؤساء الكنائس المسيحية في الأردن بحضور عدد من الأعيان والنواب قال السرير نحن نتقاسم هذا الحب والسلام والانتماء والولاء للوطن آملين أن تتجدد الأعياد وقد تحقق للأمة في كل بقاع الأرض ما ينبغي لها من تفاهم وسلام معبرين عن أصدق التهاني سيرا على خطى القيادة الهاشمية الحكيمة التي شكلت مظلة جامعة لكل الأطياف والمنابت فتجذر إيماننا بأن شراكتنا الإنسانية شراكة سمتها التعددية في الفكر والرؤية والمعتقد تجمعنا فيها روابط العروبة وروح المواطنة والانتماء للأرض والالتفاف حول الراية الهاشمية ويأتي هذا العيد وقد انتصر الإيمان الجمعي على السلوك الفردي والإجراءات الأحادية الإسرائيلية في القدس والمقدسات فبالأمس القريب سجلت المقدسات في القدس انتصارا جديدا وقد عادت كنيسة القيامة لتفتح أبوابها وتصدح فيها الطقوس بعد أن أغلقت أبوابها ولأول مرة في التاريخ احتجاجا على المساس بالمقدسات فنحن نتقاسم هنا الحب والسلام والانتماء والولاء في وطن آمن بالجوامع للفوارق وبروحة الصف ويصنع من بذور الاختلاف واحدة تنوع ووئام واعتلاف كل عام وأنتم والوطن وسيد الوطن بألف خير من جهته أكد المتروبيليت فيندكتوس متروبيليت فيلاديلبيا في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأب باج سخوري على قيم المحبة والعدل والعيش المشترك والمساواة التي يعيشها جميع أبناء المجتمع الأردني في ظل القيادة الهاشمية اليوم نجد الأردن يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة ونحن ككنيسة وأبناء للكنيسة ونحن إحدى مكونات المجتمع المحلي نقف بالمرصاد في وجه كل من يحاول أن يضرب الوحدة الوطنية نسعى جاهدين أن نكون من أوائل المحافظين على تنمية روح المواطنة الصالحة والانتماء وعدم الانخراط في المسببات للفتن وزعزعة الأمن الداخلي من خلال الخطاب المعتدل والموجه لأبنائنا نحو حب الوطن والتمسك به والعمل من أجل نهضته والتركيز على العيش ضمن الوصايا الإلهية والتي هي غايتنا ولن يثنين عن ذلك بعض الأصوات الشاذة التي تخرج بين الفينة والأخرى متخفية بستار الدين وتأخذه ذريعة لتحقيق أهدافها الشخصية وفي ذات السياق قدم محافظ الكرك صالح النصرات في ديوان القديس جوارجس للروم الأرثذوكس في أدر التهنئة للكنائس المسيحية في المحافظة بمناسبة عيد الفسح المجيد حيث كان في الاستقبال الأب عادل مدانات والأب بور صبقعين والأب فادي هلسة والأب سامر مدانات وعدد من أبناء البلدة وأكد النصرات خلال اللقاء الذي كرمت فيه مجموعة من مبادرة وطن الأب مدانات تقديرا منهم لدعمه لنشاطاتهم ومبادراتهم أكد على أواصر الإخاء والمحبة والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد تشرفت هذا اليوم وهذا المساء الجميل أنا وبرفقتي أخي مدير شرطة محافظة الكرك أن ننقل تهنين الحارة إلى أخواننا المسيحيين في الكرك ونتمنى لهم عيدا مجيدا وكل عام وهم بخير جميعا وهذا العيد وهذه المشاركة تأتي من التسامح والأخاء الموجود بين الأخوان المسيحيين والمسلمين وبالذات في منطقة الكرك في منطقة أدر هذا التخاء التأخي النادر في وجوده والنموذج الذي يحتذى به والذي نرغب أن يطبق في كافة أنحاء العالم لما له من ميزات عديدة في المحافظة على الوطن والأوطان وإحنا الأردنيين عندنا ميزات